عسلمة عسلمة ومرحبا بكم الناس لكم اليوم جيتكم برسات جديدة اللي هي الجنواز رسات سهلة ومقادير مضبوطة معنيتها ظهرة اول حاجة بيش ناخذها هي خمسة كعبيت عظم انا اخذيت حجم كبير واخذيتهم بحرارة الغرفة تكونوا مخرجين هما قبل مينموم ثلاثة سوية هكيكا من الفريجيدال حتيت عليهم رشا ملح وبش نحط عليهم مغرفة خل كما قاعدين تراو رشا ملح ومغرفة خل وبالنسبة للقياسات اليوم بيش ناخدم بالكاس هيدا هاو كا فبتو فيه بالكداي بيش تاخذوا كاس ابيبري يشبه له وطو انا نكتبلكم في صندوق الوصف قديش هي هز الكاس هذيكا اول حاجة بيش ناخو كاس سكر بالكاس هذيك اللي قاعدين تراو فيه ما صبيتوش الكل صبيت نصو بيش نبدأ نخلط بالباتر ونزيد في السكر متاعي بالنسبة للخل بيش يجيب لي جينواز متاعي هشوشة وبنينا وبالنسبة للملح بيش يخلينا كيف نطلعو العظام متاعنا والسكر كيف ما هكي يعمل لنا كا تكستور الموس هكي يجيب هذيك هي اللي بيش تخليلي الكيك متاعي البوليتو بيش تخليلي جينواز متاعي من بعض خفيفة وبنينا هذي هي اللي تاب لولا بيش نقعد نخدم بالباتر بالقدي بالقدي حتى يتبدل اللون متاع الميلانج انتو ما توقع دين تراو فيه اصفر بيش نوصل الريزولتا يولي ابيض نقعد نخدمو فيه بالباتر هكيكا نتاع دريج هكيكا حسيلو حتى تصل للريزولتا هذي شوفو الميلانج متاعنا قديش بياف هوك بنتي مزروبات حب تخدم بالفوه بش ناخول هنا سكر فاني حتي تزوز دو ساشي خاطر اينا نعمل في كونتي تا كبيرة متاع دو جينواز اه كملت خلطها بالقدي بالقدي كف مع كاكة باش نبدا ونزيدو اهم حاجة نخدموها بالباتر بالقدي باش من بعد نجي ناشوشها وصلنا للتكستور هاذي متخافوش منها الجنواز متاعكم لهنا زيت كاس حليب بالنسبة للسكر عملنا كاس زيت كاس حليب وطوا قاعدا نزيد فيه كاس زيت اومنتا ونخدم فيها بالباتر نكمل نخدمها بالجداء وبعد طوفا الخدمة بالباتر طوفا في المرحلة هاذي طوابش نتعديو للفارينا بش نخدموها بالفوه هاي كده يجوا بنتي تستنى بالفوه من بكري قبل كل شاي بش نخوزو با كويت خميرة كيف في العادة اهم حاجة نغرب لهم اتوا تشوفوا عليش ديما نغرب الخميرة والفارينا خاطري خليولنا ديما يسر كعابر هاذوكم نتفاديهم بش الميلونج متاعي يجي صافي ومليكل هاوكم الكعابر قاعدو في الصافيه طوا حتيت ثلاثة كيسين فارينا نفسو الكيس اللي قصنا بيه بش نحوطو بيه ثلاثة كيسين فارينا وزوز با كويت خميرة خميرة متاع جاتو الهني هاي كا غربلت الخميرة متاعي وشوفو قاديش بشو قعد فما كعابر هاوكم شفتو بيمتان سيوش تابعوني على انستغرام متاعي فام غلامور كويزين كيف كيف على ستوري بتاع الشين يوتيوب تلقاو ديما دي ستوري جدد بنتي دجا بديت بالفوه قلنا بعد ما نصبو الفارينا ما عادش نخدمو بالباتر بالفوه فيسع فيسع وتتخدم نسيسوها بشوية بشوية وفيسع فيسع نتحصلو عالتكستور اللي نحبو عليها نقضو نحرقو بطريقة هذي كا حتى نتحصلو عالتكستور شوفو التكستور متاع الميلانج متاعنا كيفاه هاوكا كامت حصلتو عالتكستور هذي راو الجنواز متاعكم بش ديكم شوشة وبنينا مش ناخو التباقلي بش نخدم فيه دنتو بالزيت اعنانتو متناجمو تحطو بابي كويسان وصبيت فيه نص الميلانج خاطر كيف ما احكيت لكم اللي انا عملت دوبل جنواز كبيرة معنيت هالمقادير اللي عتيتهم لكم متاع جنواز كبيرة اتناجمو تقسموهم لزينجريديون على زوست بش نحطو في الفور على مية وثمانين درجة نحاولو اربع ساعة لولا ما نحلوش الفور عليها وحتى اللي لون هيتمدل اهاي كان جنواز متاعي حضرت ونودكم ومنشاهيكم شوفو قديش طريا تحسوها موس تحسوها كخفيفة وطرية برشا بش نقسمها معاكم وشوفوها من داخل كيفاه ان شاء الله تكون عجبتكم الرسلات متاع اليوم ما تنسيوش تابعوني في جديد الكل وبسلامة